الويكاند الويكاند موصلين معكم انتم تسمعوا في الويكاند على راديو ميد ان شاء الله نهاركم اسعد لأيام سبحان نور وسرور لكم الكل تسعة واربعتاشين دقيقة نبدأ كل عادة ساعتنا هذه بالاخبار في نيوز اليوم نيوز اليوم نيوز اليوم نيوز اليوم يهم خريجي الإجازة في علوم التربية ايضا زادة خريجي دار المعلمين العليا وهي جلسة عمل كانت البارح جلسة عمل وزارية لرئيس الحكومة وايضا زادة كانت خصصة الجلسة هذه لمواصلة النظر في ملف السعدادات للعودة المدرسية والجامعية وتكوينية فين ثلاث عشرين الفين واربع عشرين وأقرت الجلسة جملة من القرارات سهمها ترفيع في أجور خريجي الإجازة في علوم التربية لسنة الفين وثلاثة عشرين والمدرسين النواب أيضا مع توفير التغطية الاجتماعية كما سيقع ترفيع بنفس النسبة في إطار العقود الخاصة بسد الشغرات للطارئة أيضا انتداب مئة خطة من خريجي دار المعلمين العليا في تونس استسوية وضعية ألف وثمانتاش مدرس للتربية الاجتماعية تعليم الكبار وتعليم مدال الحياة في إطار مجهود الدولة لمحوى الأمية أيضا زادة من القرارات الترفيع في المساعدة المالية الخاصة بالعودة المدرسية لفئدة حوالي تقريبا خمسمائة ألف تلميذ من أبلاء العائلات المعوزة ومحدودة الدخل من خمسين إلى مئة دينار ترفيع في المنحة الخاصة برنامج روضتنا في حومتنا من خمسين إلى سبعين دينار شهريا وليشمل تقريبا خمسة وعشرين ألف طفل منتفعة من العائلات المعوزة أيضا زادة مواصلة معاذدة العائلات المحدودة الدخل من خلال دعم تلميذ لمرحلة تحذيرية من أبناء العائلات المنتفعة ببرنامج لمان اجتماعي بمبلغ مئة دينار ومواصلة تخصيص مبلغ مئة وعشرين دينار حوالي ثلاثين ألف طالب من أبناء العائلات المنتفعة بنفس البرنامج وضمان توفير الكراس المدعم بالكميات الكافية والعمل على حسن توزيعه في كامل تراب الجمهورية وأيضا زادة يقول بلاغ لرئاسة الحكومة في إتار تعزيز البنية التحتية واللوجستية لمنظومة تربوية تم تقريبا أو خلين نقوله خاصة في المناطق الريفية نحو إحداث عشر مؤسسات تربوية جديدة امتدائية وعددية وبناء 400 قاعة بالمدارس مخصة للسنة التحذيرية إلى جانب توفير 95 حافلة و12 عربة لنقل الأكلة المدرسية والانطلاق في برنامج مشترك بين وزارة التربية ووزارة الصناعة والطاقة والمناجم حول تحول الطاقي لفائدة كافة المؤسسات التربوية بكل فتقدر بـ 300 مليون دينار نيوز اليوم نيوز اليوم يلا سينوما سينوما كومتوما تسمو في متينة الویکند على راديو ميد إن شاء الله نهاركم ترجمة نانسي قنقر